تدعيات سلبية تعانيها الأسواق العراقية بسبب تذبذب أسعار الصرف وعدم استقرارها ما تسبب بارتفاع متسارع لأسعار السلع والخدمات في حين يكون الانخفاض بطيئا في ظل ارتفاع معدلات التضخم الصدمات السعرية في العراق بحسب اقتصادين تعد مؤشرا مهما لتقييم أداء سياسة النقدية لأي دولة فكلما قلت عرض الاختصاد الوطني للدولة إلى هذه الصدمات دل لذلك على وضوح الرؤى المستقبلية لصناع سياسة النقدية ودراسة ومعرفة حالة الاختصاد هذه التدعيات دفعت البرلمان إلى تحميل الحكومة المسؤولية بسبب عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي في ظل سمرار ارتفاع أسعار السلع والبضاء المسوردة التي تعانيها السوق العراقية نتيجة للترابي قيمة الدينار أمام الدولار اللجنة القانونية النيابية أكدت من جانبها أن الانتاج الوطني غائب عن السوق مشيرة إلى أن النهوض بواقع المنتج المحلي تطلب توفير عدد من العوامل الأساسية في مقدمتها تشريع قوانين اقتصادية تحمل مستهلك والمستثمر فضلا عن مراقبة الأسعار وتوفير متطلبات العيش الكريم للمعاطن وتقول العديد من التقارير الدولية أن اضطراب الأسعار الذي تعانيها السوق العراقية يعود إلى القرار غير المدروس من قبل الحكومة المتضمن خفض قيمة الدينار العراقي بصورة مفاجئة بقيمة كبيرة أفقدته 23% من قيمته في كانون الأول 2020 التقارير أشارت إلى أن هذه الصدمة أحدثت هزة تضخميا عكست على أسعار المستهلك والسوق العقارية وأسوق السيارات وأسعار السلع المصنعة محليا والمستوردة خبراء الاقتصاد حملوا الحكومة مسؤولية التدهور الاقتصادي بسبب تضخم السوق الموازية ووقوف أحزاب وميليشيات متنفذة خلفها وتحقيق أرباح طائلة من بيع الدولار لسوق الموازية وعدم بيعه للمستفيدين الحقيقين ضمن القنوات الرسمية وهما دفع لجنة المالية البرلمانية إلى التأكيد على أن إجراءات البنك المركزي بشأن بيع العمنة الأجنبية خاطئة يضاف ذلك لانعدام سياسة النقدية الواضحة وتخبط البنك في هذا الملك ما تسبب بالسمرار اهتزاز الوضع النقدي في العراق موسيقى موسيقى